شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة حول دولة فلسطين ومدينة القدس الشريف والتي عقدت بمدينة جاكرتا بجمهورية أندونيسيا تحت عنوان الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم وقد أعرب معالي وزير الخارجية عن بالغ الشكر والتقدير لجمهورية أندونيسيا الصديقة رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة هذه القمة منوها بجهود معالي الدكتور إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في عقد القمة وقد أكد معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن دولة فلسطين الشقيقة تتمتع بجميع مقاومات الدولة من حكومة وشعب وأرض محددة المعالم وذلك رغم محاولات تشويه الحقائق وتزييفها وشيرا معالي إلى أن ما يجري في مدينة القدس الشريف من عمليات حفر وتشريد للفلسطينيين من مساكنهم كاف أو كاف للتذليل على مضي السلطات الاحتلال الإسرائيلي في نهجها الرامي إلى إفراغ القدس من أهلها الفلسطينيين وجدد معالي وزير الخارجية قلق مملكة البحرين البالغ إزاء الأوضاع الحرجة في الأراضي الفلسطينيات المحتلة نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي طال أمده والممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشددا معالي على ما تحظى به مدينة القدس الشريف من قدسية خاصة لدى معتنقي الرسالات السماوية الثلاث ومن أهمية كبيرة لدى المسلمين كافة مطالبا معاليها المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه قضية فلسطين هذا وقد صدر عن القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة قرار يؤكد أهمية قضية دولة فلسطين باعتبارها القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام سبعة وستين بما فيها مدينة القدس الشريف يشكل مطلبا دائما للأمة الإسلامية